وضع داعش مخبرين له لمراقبة صالونات الحلاقة الرجالية والإبلاغ عن المخالفين الم40 complement من أجله يقاتل من كامة القيادة كامة القيادة لأنهم يختلفون بالخصوص ودأش يعني في حياتهم الشخصية قال شعرك ضويل شعرك كصير يعني لا بس مدري كيف قال هذا هم ما تحملوش ما تحملوش والآن بحربوا الدواعش عشان هذا انه ما يتخلوش في حياة الناس الشخصية وفي لبسهم حلاقتهم على طريق الداعش والجماعات المتطرفة الأخرى بتقومي لشيات الحوثي في اليمن بحلق شعر طلاب المدارس والجامعات على الصفر الحلاقة تعزيرا والاعتداء على الأطفال في صنعه الذي حمل في طياته ألفاظا غريبة مفادها الحلاقة بالطريقة الإسلامية فرضت ميليشيات الحوثي على الحلاقين اتباع أشكال محددة من قصات الشعر الرجالية هو توعد أصحاب محلات الحلاقة باتخاذ عقوبات صارمة وإغلاق محالهم كيف كيف الحوثي بيحلق روس الناس في الشوارع وبيلاحقهم على قصات شعرهم يا جماعة أكديني هذا يجاءوا يحارفوا داعش ذني بتقوم بهذا الأعمال كيف الامن بيقوموا بنفس العمل لا لا فيه غلط في الموضوع من يقوم بهذا الفعل لا مشرف أنصار الله ولا مكتب أنصار الله ولا اللجان الشعبية ولا يعني المكتب السياسي لأنصار الله ولا شيء قلت لكم الموضوع ملتبس مستحيل أنهم يعملوا نفس العمل حق داعش مع أنهم جاءوا على أساس قاتلوا داعش يعني مستحيل يعني يقوموا نفس العمل ويلاحقوا الناس في الشوارع ويقولهم يعني هذا معنى قدوا يتضربوا على الزبائن لو هالموضوع هكذا يفتحوا وصالوا الحلقة لهم جمعا وسواوا ويطلبوا مش ضروري يفتحوا كل واحد لحاله وهو ألف دقان على كنف الرحمن يعني ليش المزاحمة هذا وتشتيت الجهود وكل واحد مكيناته ومقص في يده يوحدوا الجهود ولهذا مستحيلهم ترجمة نانسي قنقر